وهناك ولديهم طريقة شيطانية انه ليس كل ما يرد في هذه المنظمة اكاذيب ايه اه ليس كل ما ينشر في هذه المنظمة اكاذيب بل بتستخدم بعض الامور الصحيحة زي انشاء مشروع ياخد انشاء مثلا كوبرى روض الفرج ياخد انشاء مثلا قوات الشرطة وهي بتهاجم بعض المنشقين او بعض الارهابيين او بعض التكفريين او بعض المسلحين في مكان ما تبدأ تصور الصورة دي حقيقية بالمناسبة لكن يتم توظيف هذه الصورة بشكل مغاير للحقيقة يعني انا قاعد النهاردة في القناة يجي واحد انا موجود الحقيقة انا موجود موجود بعمل ايه هو ما يقولش يقول النهاردة كان فلان الفلاني موجود في القناة الساعة كذا للساعة كذا يبدأ ينسج وينسج خيالات اخرى غير حقيقة حقيقة الامر اني جئت من اجل ان ادير حلقة سريعة حول هيومان رايتس مثلا هو بيقول هو راح القناة بس ما قالش راح ليه ياخد نص الحقيقة على غرار ولا تقرب الصلاة دائما هناك منهج لمحاولة خداع الناس محاولة التسلل الى عقول الناس محاولة ايهام الناس انه كل ما يصدر عن هذه المنظمة صحيح القصة ان المنظمة يبقى احنا نتفق في الاول عشان الناس ما اتوش ان هذه المنظمة صنيعة استخباراتية كانت معمولة من اجل مراقبة الحد من التسلح ايام الاتحاد السوفيتي والصراع اللي بين امريكا والاتحاد السوفيتي والصين